السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاح لكم من حفل In breadth of they make full anime. يوسف او جو تيوم. جوسف the taker99 عيد العيد. جوسف the taker99. جوسف the undertaker 99. ها 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 هي السؤال عن اللي هو تيتش. تيتش يوم منه هجم على الجزيرة اللي فيها دراجون. ليش تيتش قدر انه يدمر الجزيرة هذي؟ ليه؟ هل دراجون يعني مشبه القوة انه يقدر يواجه تيتش او انه طاقم تيتش قوي جدا؟ دراجون ذاكي جدا. ليش ادخل حرب انا ما ليزوم فيها؟ ليش ادخل في حرب؟ انسحاب تكتيكي. انسحاب تكتيكي. مدام المقر انكشف انا ما لي لازمة اني ادخل الحرب هذي. خلاص المقر ما عد لأي لازمة. يعني في نقطة. كيف تكشوفوا المقر؟ في نقطة احد اتباع دراجون تكشفوا المقر عن طريق جيسوس مارجس يوم انه دخل يوهم وقالبت على الفير كارد. ولا اتوقع اساسا البحرية انسيت اقول ذلك الكمل في الانطباع. اتوقع ان البحرية يقدروا يسمعون المعلومات عن الهفل عن طريق الدن دمشي الاسود. اللي يسوي انتراب تيق حق الدن دمشي الثاني. يسوي القطة الاتصال. وايضا اذا كان سابو قدر يستشعر بالحكي وجود جيسوس مارجس وهجومه على لوفي انقذ لوفي. هل ما اقول لنا دراجون اللي اقوى منه ما استشعر وجود جيسوس مارجس في جزيرته. صح. بس الحين شفنا قوة سابو ماده القوة الكاملة او لا تقاتل مع ادميرال اللي هو في جيتوران. يعني هل انه راح يقدر يواجه احد خصوصا مثلا في قوة تيتش عنده فاكهتين زلزال فاكهة الظلام. صعب انه يسحب فاكه الشيطان. لا زي ما قلت لك ما لهم اي لازم انه يقتلون البلاك بير. تراجون ما لها اي فايدة انه يقاتل البلاك بير. انا مو عدوى البلاك بير. انا عدوى حكومة العالم. وانا حسيت ان جيسوس مارجس موجود في الجزيرة فانا عارف ان اريد البلاك بير جاي في الطريق. ايش الفايدة انها بقى في الجزيرة. اخلي القاعدة وروح لقاعدة ثانية. طبعا جيسوس بيرجس هو السدعى او انه استدرج او انه جاء يعني ان تصل على مجموعة البلاك بير. عساس انه يجون حصلت على مكان دراجون. فهم حصلوا عساس انهم جاوا يدمرونه يعني. هل كان ان الشي هذا بصدفة يعني او انه اللي هو دراجون كان يبغى احد سهل يسوي مثلا انسحاب تكتيكي او انه يقصد فيها حاجة. لا دراجون ما كان مخطط على ذات الشي. جيسوس مارجس تعلق في السمينة وجه. بصدفة. بس ان الفكرة وما فيها. بما انه جيسوس مارجس وصل. والبلاك بير تعقب. والحكومة العالم جاءت. ايش فايدة اني ابقى في المقر هذا. ما عاد مقر سري فخلاص اطلع من الجزيرة. والبلاك بير دامني وصلت الجزيرة بدمرها استعراض اني انا دمرت المقر للجيش الثوري اللي ما احد يعرف مكان. اكيد انه عنده اكثر مقر سري. ما احتياطي حق الاحجات اللي بتصير زي كذا. بالضبط مستعيل لك جيش ثوري وتخطط لك حكومة العالم. وما تخط لك اكثر من مقر احتياطي. اكيد. الجيش الثوري احين وش هدفه بالضبط. اسقاط حكومة العالم. علو. واتوقع ان هذا الشي راح يصيره مستقبلا. اكيد. هو من الاسم الجيش الثوري يعني الهدف الثورة. والثورة الهدف منها اسقاط. الثورة على الحكومة. هدف اسقاطها طبعا. طبعا. سؤال اخير. هل لو يتواجه دراجن مع بلاك بيرد كيف تتوقع المواجهة؟ خصوصا حنا ما شفنا بالمانغا كيف قوة دراجن. ما شفنا في البداية الانمي يوم انك شسمه باقي بيعدم لوفي. عرفت ويوم اتدخل يوم انه وقف سموكر. لكن هنا لواضح احنا نزل في زي القدرة الهواء وشي زي كده. فوضحت اللي هو الفاكهة حقتها. ما وضحوها قبل. هل لازمت عند رأيي من قبل سنتين. فاكهة فاكهة العاصير. العواصف. الستورم. ما جون بيسمونها. لان لو ترجع للحلقة ذيك بيشوف ان الجو قلب اخضر. لون الاخضر. طبعا. محمد عنده نظريا انه مدرة اورونوس. هل عندي نظريا انها فاكهة شيطان العاصير. ممكن محمد يكون صح. ممكن يكون انا صح. هل انتظر وشوف. ولكن ما اتخيل ابدا ان الواجهة هذي بتصير. البلاك بيرد. ابدا. نهائيا نهائيا. ما في فايدة لدراجون. اللي يقاتل البلاك بيرد. واللي بيسم البلاك بيرد هو لوفي. خصوصا ان تعرف دراجون اوبو لوفي. واكدنا راح يساعد ولدا يصير اللي هو. ما راح يدخل بالحرب هذي. لازم لوفي يفوز فيها بنفسه. شي طيب بس يعطيك العافية. ما عافيك حبيب قلب. بلدان انا كن مع الاس الحمداوي اللي يعتبر نفسه بطل الدوري. الا احلاوي. من الاول لاس اللي يسألونا في حفل اي اف كي. هل تتوقع ان ماركو بعد هزيمته من تيتش. هل تتوقع ان اختفى لكي يتدرب. ولا بس راح يريح. لا مم بيريح. راح. راح لان خلاص بعد لوجه يطلع قدام الناس. تتوقع وجهها يعني. هين هم يبحثون عن ماركو هل تتوقع ان بيفيدهم. اكيد. اكيد قوتي راح تساعد في هزيمة كايدو. ولكن. يجريد من تيتش يعني يبيروح على كايدو. ما راح قاتل كايدو لافسه. لوفي اللي يقاتل كايدو بس. بس يساعد لوفي في هزيمة اتباع كايدو. عندنا ثلاثة. ثلاثة من الكلايميتيز. الكوارث الطبيعية اللي تقتل. لكن هو الكاتب نفسه اودا الصراح وقالها. كايدو يدخل القتال مفرد. يعني شخص واحد. يعني هو يدخل بروحة. هي هو معركة كايدو بروحة. ولكن كيف تقدر تهزم جيش يونوكو كامل لحالك والطاقة بالحالك. لازم يجي ماركو. لازم يجي السمرة يتوحده كلهم. لا يؤثر على كايدو. المعرك يدخل كشخص واحد. فهذا انهزم الطاقة ما يتأثر لان قوتي تكون شخص لشخص. فهو دائما يدخل شخص واحد في المعارك. دائما يدخل كشخص واحد. ولكن انت كيونوكو. ما تصير يونوكو بالحالك. لازم يكون عندك طاقة. وعشان تسقط يونوكو. لازم تهزم الطاقة كلها. احنا شفنا حينتوني توني في حدث دس روزا. ما اسقطوا دفلا مينجو خلاص طاح الباقي كلهم. اسقطوا الباقي كلهم. اخر شي اسقطوا دفلا مينجو. فهذا اللي ضاب الكاتب من البداية. هتا كروكدايل من قبل. حتى في جزيرة نيوجينتو. دائما لازمت قاتل خصم تهزم اتباعه كلهم. وفللا يتسقط القائد. بس يمكن ما يقدر انسقطوا. اذا ما اسقطوا ما اعتبروا فاسا في الحرب. لازم يروحون يرجعون يقاتل مرة ذالية. بس انت عارف الكاتب مستحيل له يصير ملك القراصنة. اذا ما قدر يهزم اليونوكو الأربعة. بس يمكن يصير ملك القراصنة. نفس ما صار روجر. ان الحبيضاء اعترف روجر. وقال انه ما اعترف انه يكون ملك القراصنة. اللي اعترف روجر مش الويت بيردي. اعترف روجر حكومة العالة. هم اللي اللقبوه ملك القراصنة. لكن ما قدر يهزم القراصنة عشان يصير ملك القراصنة. وصول الرابطن اعتبر ان كان قرصان. هل هيل عشان لوفي يقدر يوصل الرابطن ويجب يهزم اليونوكو الأربعة. ولازم يجيب للأحجار الأربعة. في مهايطي. من زمان لوفي مهايطي. بس ما قدر يهزم كل خصومة. قدر لكن بطلع الروح. يجب هزم كايده بطلعت الروح. منتهيم الموضوع. هذا الشي منتهيم منه. لوفي بيهزم كايده. بمساعدة اكيد مساعدة. مستحيل يكتر يزم الحال. لماذا نقطع تنرفست من تيج؟ لانه يدخل طاقمة. يدخل طاقمة في. هذا قلة حية من تيج. ولكن لوفي. لوفي سواء واجه. لا تدخل مع لوفي أحد. إلا اللي خصمه دخل مع أحد. ولكن لوفي يدخل مع أحد. ويعني لما تواده ضد لاو. كان لوفي لاو ضد دفلمينغو اعتبره. ومن اللي كان مقاتل بداية قابل. دفلمينغو دخل بلابي. حط درع بشري. هذا قلة حية. هذا قلة حية. هذا هو نمر. نمر تريبل وياه. هذا قلة حية. تريبل ما سوى لشي. تريبل وقف لاو. لاو بس تشيف قطع في البداية. يعني كان وجوده عدم وجودة واحد. لما لاو سوى روم. نتكلم من بداية المعركة. من بداية المعركة تريبل كان قاعد جنب لاو. ومن قبل حتى ذا المعركة بيكا كان دائما يهاجم لوفي. لو لا تدخل زوره وإيقافه لبيكا. ولكن بيكا يتدخل. فدفلمينغو نظامه خسيس. أنا دخلها اي احد. قائده معركة رجل للرجل. فالأخمانك تهزم رجل للرجل. اوكي يا ركي. عافية. ورجعنا لكم سؤال من؟ ابو بكر. قال نعم ابو بكر. حطنا السؤال. ولد اللحي البيضة. هاي ولده ولا يصير له ولا شنو. اهي قرب لبتة البتة. لأن الأساس اللحي البيضة قال. أنا كان طموحي اللي عنده عائلة. فلو عنده فعلا العائلة. ليش ما قاعد مع عائلته شخصية فعليه بدل ما يروح يسوينا عائلة في القراصلة. ورجعنا لكم في تساؤلات المانجا. سألني يا مانجا. والله يا حفد عندي لك سؤال قوي جدا في المانجا. سؤال أنا مهرب جوابه في المانجا. حيارتني يا شيخ. هل تتوقع دراجون راح يهجم على اجتماع الريفري؟ لا. ليش؟ دراجون يهدف الأسقاط الحكومة. كله بيجتمع في مكان واحد؟ أي يهدف الأسقاط الحكومة وليس الملوك. هو قاعد يطيح دول دولة دولة حاليا؟ أي نعم يطيح الدول وما يهجم على الملك. أنا طيحت الملك طاحت الدولة. لا طيح. هاجم ثقافة دولة. أي دولة متحلم حكومة العالم هي من حكومة العالم. حكومة العالم عبارة عن 177 دولة. وقاعد يقلب عليهم. يقلب الثوار عليهم. دولة دولة. أول سؤال. حدرنا. حدرنا. الحكومة هاجم. حكومة تتوقع في اجتماع زي هذا حتكون دفعتها بسيطة؟ لا طبعا أكيد. فهذا تتوقع دراجون اللي تفادى قتال تيتش اللي مالو داعي. يروح يخاطر بجيشه كامل وخش في معارك زي هذا. وهو استدرجهم عشان بعدين يهجب. هذا السؤال اللي جاء لي. وهو صراحة سؤال جميل لكن دراجون مو غبي. ويتخذ خطوة زي هذا جدا غبي. حدرنا قلت انو دراجون نسحب نزحاب تكتيكي من تيتش. ليش ما قلت انو تيتش نسحب نزحاب تكتيكي من أكاينه؟ لا نحن المصفقين لدراجون. لا 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 لا. حكومة العالم هي خصم الثوار. وبرضو حكومة العالم هي خصم القراصنة. فالمفروض يوم ينسحب دراجون من عند بلاك بيرد. بلاك بيرد مو خصمك. بس ينسحب بلاك بيرد من أكاينه. أكاينه خصمك ليش ينسحب منه؟ وش الهدف من قتاله؟ هو جاي يابي سفينة تتوقع ان لو قاتل الأكاينه حياخذ سفينة؟ لا طبعا انسحابه يعتبر جزء مننا ذاكي. وهو نعتبر من أذكى الشخصيات اللي جاءت في وسائل وم بي اسمس. مرضو أحخر شخصيه ما تحترم القوانين يعني. ما ما هو أحخر يعني في سبيل هدفك أنا ما جمع الغارة. ستا لو كان في سبيل هدفك أوصل الهدفك باحترام؟ مهما كان يقولك الغاية تبرر إيش؟ الوسيلة هذا نظام البلاك بيرد أنا ما أحبه. فعليا سراعة أنا ممكن أفعل أي شيء يوصلني الهدف بسرعة. رجل أنا أتعب وأقعد أعيش من جديد وأبني قراصنة وأبحث عن الفاقة. جاءت نيلا عندي. عن لوفي يوم قالوا لي انديك تاخذ نسخ البونقليف الأربع وتروح بها على طول داريك تراف ترو تسير منك القراصنة. شوال التعبير واجهة؟ لا لوفي إنسان غبي. وغبي جدا يعني. العقس شجاع وا شجاع جدا. ما شجاع فيه فرق بين الشجاع والتهور. لا أنا مو التهور. عشان حلمك وقالها من الحلقة الأولى. يقول عشان حلمي ألا بستعدى موت عشانه. شكلا اي نعم موت عشانه. بس ما تموت انت وتموت معاك 12 واحد. لا 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 هو ما رح يموت 12 واحد. هو يدافع على 12 واحد. طرى النطاقية. حاضر كل عمي يا أحمد. كده زرنا هنا حلقة النقاشات. طبعا أنا قاعد أخل إحمد يسألين لنا. كمير يقولوا بلسألك 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 بلسألك. وحل يمجينا نصور للتساؤلات اختفوا بلسأل راحة. على عموهم يعطيكم ألف عافية. بالنهاية نقول سبحانك الله بحمدك. أشهد لنا لا أد. لا تنسوا الاشتراك في القناة. ضغط على زر العجاب. نشر الفيديو. ومتابعة حساب أحمد اليماني في الإستقرام. بتشوفهنا طالع هنا أو تحت. في التسكرميشن. نشوفكم على خير. مع السلامة.